عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية اليوم بش نحكيه وعلى كهل يحاول الاعتداء على أمن بسكين في شرال حبيبورجيبة وهذا ما قرره القضاء في حقه حيث أزدرق للتحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إدابة السجن في حق كهل أربعيني متهم بمحاولة قتل عاون أمن بوسط السكين بشرال حبيبورجيبة وسط العاصمة وتفيد تفاصيل القضية للحادثة سجلت الأسبوع الماضي حيث كان عاون أمن يبشر عمله بشرال حبيبورجيبة وسط العاصمة ليفاجأ بالمتهم وهو كهل أربعيني يخرج سكينا كان يخفيه تحت ثيابيه وهجم عليه محاولا الاعتداء عليه حول قوة البله وقت مكان الأمني من تفيد الإصابة الحمدولى وساعده زملائه المتوجدون قرب المكان في السيطرة على المتهمة والفتكاك السكين واغتياده إلى أحد المقارات الأمنية القريبة حيث تبين أنه يعاني من بعض الارترابات النفسية يعاني من الارترابات النفسية المواطنين يمكن يمسي وعادلة بس مستهدف كان أمني كنت نعرف أنه كنت نعرف قبل ما نقرأ المقال كنت عارف اللي هو عنده اضطرابات نفسية ليه تقرر الاحتفاظ به وإحالته لاحقا على أنظار القضاء ووفق ما أرادته الإذاعة مزيق الناس اللي قلت مشي لباس معه عيله تيش معه لباس مذر بحد جمر مانيت هكا بالذنب بوليس وحاب يضربه تقوله حالة نفسية سبحان الله